الوضع الميداني في إثيوبيا لا يهدى تطورات متلاحقة في الجبهات كان آخرها اقتراب قوات جبهة تحرير شعب تيجري من السيطرة على مدينة دبر برهان على بعد 130 كيلو متراً من العاصمة أديسابابا وقبلها بأيام كانت قد سيطرت على بلدة شيوا روبيت الواقع على بعد حوالي 220 كيلو متراً من أديسابابا كما أكدت جبهة تحرير تيجري مواصلة تقدمها أكثر باتجاه عاصمة الإقليم في وقت قرر فيه رئيس الوزراء آبي أحمد أنه سيتوجه بنفسه إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين العنف الدائر في إثيوبيا يوشك أن يدخلها في عزلة دولية في ظل التحذيرات من مغبة الصراع الاتحاد الأفريقي أعتبر أن النزاع الحالي من شأنه تقويض الاتحاد والقرة وأدان استخدام القوة في الصراع الدائر كما حذرت الولايات المتحدة من الطيران في الأجواء الإثيوبية براً لاقى رفض الحكومة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجري استنكاراً واسعاً رغم النداءات المتكررة بعدم تعطيلها وهكذا يستعر القتال بين الحكومة بقيادة آبي أحمد بن جهة وعدائه الذين قرروا أن يكونوا جبهة واحدة ضده دون استجابة أي طرف حتى الآن لمحاولات التهدئة الرامية لإيجاد حل يوقف التصعيد وتداعياته على المدنيين ترجمة نانسي قنقر